النهاردة هنخسرنا أمام كوريا وانا هحكي لحضراتكم النهاردة كواليس من أحد أعضاء تحاد كرة القدم عايزة بس أحكي لحضراتكم أن الكابتن إيهاب جلال أصبح مش بشكل رسمي ولكن أصبح كابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني يعني هناك قرار تم اتخاذه من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ابتداء من يوم الخميس القادم سوف يتم أو يوم الخميس القادم بعد بكرة سوف يتم الإعلان عن هذا القرار الكلام اللي أنا بقول لحضراتكم دي هي معلومات متأكد منها بنسبة 100% من مجموعة من المصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس توجيه الشكر للكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني وجهازه بالكامل فيما عدا واحد من الجهاز لن مش هذكر اسمه هتحفظ على ذكر اسمه لغاية يوم الخميس إن شاء الله ما يتم الإعلان عن من سيكمل مشواره ولكن جهاز كابتن إيهاب جلال سوف يتم توجيه الشكر ليه يوم الخميس القادم سوف يتم الإعلان عن كابتن خالد جلال كابتن خالد جلال المدير الفني اللي هيكون السابق بقى للبنك الأهلي هيكون مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المصري ده بنسبة كبيرة طبعا الكلام اللي أنا بقول لحضراتكم لغاية دلوقتي لأنه ده كابتن حازم إمام له دور كبير في اسناد المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي لكابتن خالد جلال وحتى الآن بنسبة تقترب من 95% كابتن خالد جلال هو المدير الفني ويتم الإعلان عنه إن شاء الله يوم الخميس القادم هو مديرا فنيا لمنتخبنا الأولمبي ويختار الجهاز كيفما شاء إلا لو حصل جديد إلا لو حصل جديد أنا بكلم حضراتكم إن أنا قبل ما خش عامل خمس ستة تليفونات كده مع بعض الأصدقاء شام حسن عمل تليفوناته وكل المجموعة اللي موجودة عملت تليفوناتها وتوصلنا إن كل المعلومات في الآخر بتصب في هذا الاتجاه إن شكرا كابتن إيهاب جلال على الفترة السابقة اللي هي عشر تيام أو اللي هي ثلاث مطشات مطش كسبه ومطشين خسرهم مطشين رسمي ومطش ودي خسرهم من كابتن إيهاب جلال الودي وواحد من الرسمي وكسب المباراة الثالثة قبل بس ما كمل كلامي عن هذا الأمر هو اتحاد كرة القدم على حسب كلام رئيسه اتحاد كرة القدم ما كانش فيه دولارات من أسبوعين أو من ثلاث أسابيع ودلوقتي فيه دولارات مثلا يعني هل سوف يتم الإعلان عن مدير فني أجنبي وده اللي أنا عارفه بالفعل إنه سوف يتم الإعلان عن مدير فني أجنبي في منتصف أو آخر الأسبوع القادة مع اتنين مساعدين يعني تم الاتفاق حلاص تقريبا بنسبة كبيرة جدا هل يا جماعة هو من ثلاث أسابيع ما كانش فيه دولارات ودلوقتي فيه دولارات هل من الممكن أن يتم اختيار منتخابنا الوطني المدير الفني لمنتخابنا الوطني بهذا الشكل هل من الممكن أن احنا نبقى عاديين نقول يا جماعة معلش فصل الاتحاد ما فيهوش دولارات فنجيب إسلام مثلا علشان هو اللي يمسك المدير الفني ونمشي إسلام بعد ثلاث يام ومش إسلام ده لهو كابتن إيهاب جلال له كينونة وله اسم طب تخيل حضرتك إن هم ومعلومات اللي أنا بتكلم فيه دي معلومات تخيل حضرتك إن أعضاء مجلس قدارة الاتحاد وهم قاعدين بينهم من بعض كانوا بيفكروا في إيه كانوا بيفكروا عشان يرادوا كابتن إيهاب جلال بص يا كابتن إيهاب سيبك من المدير الفني المدير الفني للمنتخب وتعال أمسك المدير الفني للاتحاد طبعا المرتب كان حيقل ده قصة تانية ده خلي بالحضرتكو ده كان تفكير ما بين أعضاء مجلس قدارة الاتحاد بينهم وبين بعض ولكن طبعا استحال يكونوا فتحوا كابتن إيهاب جلال في الموضوع لأنه لسببين السبب الأول إن كابتن إيهاب جلال نفسه لن يتعامل مع هذا الاتحاد ده هو يعني كابتن قال للمقربين منه قال إنه لن يتعامل مع هذا الاتحاد مرة أخرى ثانيا إنه عايز يكمل بقى الكارير بتاعه التدريبي فعايز يكمل في هذا الموضوع وبالتالي تخيل حضرتك إنهم عايزين يرادوا كابتن إيهاب جلال في هذا الأمر ففكروا فكروا إنهم يرادوا بموضوع المدير الفني للاتحاد عشوائية واضحة وصريحة من ثلاث أسابيع ما كانش في دولارات ده كلام رئيس الاتحاد مش أنا النهاردة في دولارات عشان نجيب واحد الأسبوع الجاي نصه آخره الأسبوع اللي بعده يعني في خلال شهر شهر ونص الدولارات اتوجدت طيب أنا مش فاهم الحقيقة هو كيف يمكن أن يكون اتخاذ القرار بهذا الشكل وبهديل كيفية عشان أرجع مرة تانية للي حصل في موضوع الجواب عشان كده أنا بقول لحضراتكم يا جماعة اللي بيحصل معنا ده منتهى العشوائية اللي بيتم الإدارة بيها ده كل ده فاربع خمس شهور خلي بالحضرتك كل المشاكل اللي احنا عمليين نتكلم فيها دي ما بين الأهلي ومشاكله مع الزمالك ومشاكله مع الإسماعيلي ومشاكله مع المصري ومشاكله مع بقية الفرق والحكام وعدم يا رجل ده مش قادرين يطلعوا يقولوا لرئيس لجنة الحكام ما تطلعش تتكلم في التليفوق ما تطلعش تتكلم وتقول تصريحات لماذا دايما ايديكم مرتعشة بهذا الشكل خلال الخمس ستة شهور اللي فاتوا ما وقفتش مع النادي اللي بيمثلك او انا اسف اللي هو انتخبك عشان تمثله النادي الاهلي تخيل التفكير بيبقى دايما بهذا الشكل